السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبات الشفليرة. نبات الشفليرة طبعا غني عن التعريف من اجمل النباتات الداخلية وبرضو تنفع داخلية بس اقول لكم دلوقتي ازاي نخليها خارجية. نبات الشفليرة الشفليرة من النباتات اللي بتحب مكان نصف مظلل. يعني ولا شمس مباشرة قوية ولا شمس منعدمة اضاءة فقط. الا لو عندك اضاءة قوية اه ممكن تبقى حالتها كويسة. اه ولكن انا من من تجربتي الشخصية معاها اه لما بتعرض لجزء من الشمس بتكون حالتها في افضل حالات. انما لما يكون بيدا عن الشمس بتكون ضعيفة ومنعتها اقل ضد اي اصابة او اي فطريات في الطربة. اه فلو عندك اه خيار انك تحطها في مكان في شمس ولكن شمس غير مباشرة هتكون بافضل حالة. مش عاوزين الفيديو يطول معانا فعشان كده هنخش على طول على المهم هنتكلم عن اكبر مشكلة بتقابلك لو انت عندك نباتة الشفليرة. اه نباتة الشفليرة اكبر عدو لي هي زيادة المية عن الحد المعقول. ودايما بنفقد اه الشفليرة اه في فصل الشتاء او لما الجو يكون اه اه برد اه لان الطربة بتزل فترة طويلة اه فيها طوبة عالية. وانت طبعا بتروي بمعدل سابت. مسلا مرة كل اسبوع او مرة كل خمسة ايام. فبتدي مية على مية. فالنبات للأسف بتحصل اعفان جزور في اه في القصيص ويبدأ يموت النبات منك. فاهم نصيحة اه بنصحكم بيها وبنصح نفسي بيها طبعا. ان احنا لا نروي نبات الشفليرة الا عندما نتأكد ان الطربة فعلا جفت وتحتاج الى الماء. اما لو الرطوبة او لو التربة اه فيها نسبة رطوبة انتظر حتى تجف التربة تماما ثم تعطي لها الماء. اه يبقى كده اتكلمنا عن اه النبات بالنسبة للمكان المناسب. انا عندي النبات اه فيه جزء منه تحت شمس المباشرة. وفيه جزء منه تحت اه تظليل نسبي. النبات الموجود تحت شمس المباشرة اه مجاش كده مباشرة ما جبتوش من المشتل حطتو في الشمس المباشرة. الموضوع بياخد تدرج. اه تاقلم. اه النبات اول ما جاء بيبقى متعود على الجو اللي هو كان عاش فيه في المشتل. غالبا تحت سيران او تحت شبك تظليل او تحت اه شمس جزئيا. لو انت جبته من الجو دوت او من البيئة ديت اللي عندك بيئة مفتوحة مباشرة للشمس. النبات غالبا مش هستحمل معاك. والورقة يتحرق وهيموت منك. اه والعكس صحيح. لو انت جايبه من تحت شمس. يعني البيئة اللي كان عايش فيها قبل ما يجي لك. كان فيها نسبة شمس عالية. وانت حطيته داخل الشقة في مكان منعدم الشمس. برضو النبات مش هتقبل الجو جديد دوت وغالبا ممكن يموت منك. الا لو تاقلم على المكان اللي عندك قبل ما يموت. طيب ايه يعني عايزين نخلص من المشكلة ديت ونحلها كده بسهولين. انت الاول لازم تعرف النبات لما تشتريته كان المكان اللي مزرع فيه حالته ايه? هل كان تحت شمس مباشرة? ولا شمس نسبية? لان النبات شفليرة بينفع في الحالتين. ولكن اه لو تحط في شمس بتكون او بيكون تعود عليها اه خلال فترة طويلة. ما بتحطش كمه مفاجأة من ضل الشمس او من شمس لضل. يبقى انت لو انت عاوز تخليه اه يبقى نبات خارجي لازم يبقى فيه اه تدرج اه للشمس. اه مسلا كل اه اسبوعين تلاتة بين اعراضوا للشمس اه فترة اطول من الفترة الابله. وهكزا بعد يتات اربع شهور بيبدأ نبات تتاقلم على الجو الجديد وتحطه في النبات في المكان المشمس. اه طبعا باستثناء اه فصل يوليو اغسطس بتبقى الشمس عالية جدا والنبات هتأذي منك. هو مش هيموت ان شاء الله بس النباته هتحرق. فعشان اه يبقى النبات في مأمن اه لازم اه تعود النبات على المكان اللي عندك ولكن بالتدرج. طيب لو انت عندك النبات هتحطه داخل الشقة او داخل مكتب او بقيد عن الشمس تماما. يبقى لازم برضو نتدرج في اه وضع النبات في هذا المكان. لو هو النبات مشمس او جاي من مكان في شمس. بحيث نتحطه مسلا اولا على الشباك. بجوار الشمس. اه كل فترة تدخلوا اه اه مثلا كل سبعين تلاتة تدخلوا او تبعدوا عن الشباك اه مساحة او مسافة اه بسيطة. وهكزا بالتدرج هيبدأ اتعود معك على النبات على المكان اللي عندك. وتدرج في اه 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 وضعه في المكان الجديد. اذا من ناحية المكان المناسب ممكن ينفع في مكان مظلل وممكن ينفع في مكان مشمس. ولكن اه حاول تتدرج في وضع النبات في المكان المناسب. اه النقطة التانية الراي. اه بلاش تروي والتربة فيها اه رطوبة. لان من اكتر مشاكل الشفليرة عند مربين النباتات هي قصرة ماء الراي. ماء الراي زيادة بيقزي النبات جدا وبيعمل اعفان جزور. وبيكون النبات اه معرض ان هو يموت لو زودت ماء الراي عليه. يبقى كلمنا كده عن الراي. حاول ما ترويش الا لو التربة اه جفة. والبيئة المناسبة ممكن يعيش عندك في نبات في مكان داخلي. وممكن يعيش في مكان خارجي. ولكن بالتدرج. اه نيجي لي التربة المناسبة. بشكل عام اي نبات داخلي او اي نبات ينفع يكون داخلي. محتاج تربة هشة خفيفة جاية الصرف والتهوية. اللي هي ايه اللي هي البتموس الكوكوبيت. اه طبعا بيبقى مخلوط بالبرلايت او بالرمل لو متوفر للرمل او بالبرلايت. اه يعني برلايت او الرمل ده اه بنخلط به او بنخلطه مع البتموس او الكوكوبيت. بحيث ان التربة تكون هشة وخفيفة. البتموس لوحده بتكون تربة اه رضية الصرف. هي اه خفيفة وهشة بس الوحدها بتكون رضية الصرف. لان نخلط معا الرمل او البرلايت اه بتحسن الصرف بتاعها. وبتكون اكثر مناسبة للنباتات. يبقى بشكل عام انت لو تزرع نبات داخلي او ينفع يكون داخلي لازم او الافضل مش هنقول لازم ان تكون التربة بتموس او برلايت مع الكوكوبيت. لو الياف جوز الهند. اه طيب ما عندك شي مش متاح انك تجيب بتموس او كوكوبيت او سيره عالي عليك. يبقى الافضل او او ممكن الشغل معاك في تربة طنية. ولكن اه خلي معظمها رمل. يعني نقول مسلا ستين في المية رمل واربعين في المية تربة طنية. بحيس ان التربة اه خفيفة اه جديد للصرف والتهوية. الرمل جديد للصرف والتهوية هيخلي التربة الطنية اكثر مناسبة للنباتة. يبقى كده اتكلمنا عن التربة. اتكلمنا عن احتياجاته من المية. اتكلمنا عن المكان المناسب. انيجي الاخر مرحلة والاهم وهي طريقة الاكسار. وبس قبل ما انكلمنا عن طريقة الاكسار. هانكلمنا عن معلومة مهمة جدا جدا جدا. اه لو انت امشيت عليها او اتبعت اه الخطوة ديت. ان شاء الله هتحمي معظم نباتاتك. اخصوصا الداخلية. ان هي تموت. اه وهي اه الري بمبيط فطري. على الاقل مرة كل شهر. وخصوصا في فترة الشتاء. من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا مع النباتات الداخلية اللي داخل الشقة او او بعيد عن الشمس. هي اه اعفان الجزور. لان التربة بتكون بايد عن الشمس. والشمس اه بتكون مسؤولة عن قتل اي ميكروبات او فطريات في التربة. انت النبات طبعا داخلي مش معرض للشمس نهائيا. فبتكون نسبة تعرضه او اصابته بالا اعفان الجزور اكبر بكتير من النبات الخارجي. فلو انت عاوز تحمي نباتاتك اه بشكل وقائي. اه من اعفان الجزور اللي هي المشكلة اللي هي غالبا ما تحصل مع نباتات الداخلية. يبقى لازم تروي بموبية فطري. يعني تدوب معلقة موبية فطري. اه معلقة شاي. علقة رمية. وتروي النباتات اللي عندك مرة كل شهر. وخصوصا في الشهور اللي بتكون الشمس فيها ضعيفة جدا. من اول مساء ديسمبر ليناير فبراي مارس. ومن اول ابريل ممكن نتوقف. ونعود او نرجع اه مع دخول شهر ديسمبر التالي نروي بموبية فطري. الكلام دوت مهم جدا جدا لكل اللي عنده نباتات داخلية وخايف عليها وعاوز يعمل عملية وقاية لامراض اعفان الجزور. لان اكبر مشكلة هتقابلك هي اعفان الجزور. اه نبدأ بقى في المرحلة اللي بعد كده او في الخطوة اللي بعد كده اللي هي الاكسار. اكسار نبات الشفليرة اه ما فيهوش حاجة مميزة عن عن البوتس او عن الدرسينة. اه غير بس ان احنا هنتكلم عنه بشكل خاص. اه احنا دلوقتي تقريبا ستة اه يناير ينتبني حوالي اسبوعين واني بقى دخلنا في افضل توقيت خلال السنة كلها في عمليات الاكسار لجميع انواع النباتات او ممكن نقول تسعين في المية من انواع النباتات. يبقى انت اه من دلوقتي ابدأ جاهز نفسك اه عشان تعمل اكسار لغالي من النباتات اللي اه عندنا او حتى اه مش عندنا وموجودة عند بقى المربين يعني. طيب ايه الاحتياجات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل اكسار وكون نسبة نجاحة الاكسار مية في المية او نقول تسعة وتسعين في المية. محتاجين هرمون تجزير. محتاجين مبيض فطري. ومحتاجين طربة خفيفة هشة. ومحتاجين تغطية نغطي بها العقل. اه همون التجزير في منه نوع اه كيميائي. اه متوفر ودود اه معظم اللي بيشتغلوا به المشاتر التجارية. اه لان هما بيبقى عندهم اه الانتاج بكيميات كبيرة ومحتاجين تبقى نسبة النجاح عالية. فيستخدموا هرمون التجزير. لان هرمون التجزير اه بتكون سعره يعني مسلا الجرام بحاولة تلاتين جنيه. وانت يعني ممكن في البيت عندك متحتاجش كتر من جرام او اتنين جرام على على الاقصر هيكونوا كافين جدا ليك. اه ابتكلم على سعد النهاردة. اه الجرام من هرمون التجزير بحاولة تلاتين جنيه. وانت ممكن تحتاج من جرام لاتنين جرام هيكونوا كافين جدا للاقصر عندك. طيب انا ما عنديش هرمون تجزير وما عنديش اه فرصة ان اجيشتر هرمون تجزير. في بدائل كتير جدا. ممكن نستخدمها كهرمون تجزير. منها على سبيل المثال. اه صبار اقلوفيرا. اه عصارة صبار اقلوفيرا. اه لما نغمس فيها العقلة بتكون اه حماية للعقلة ضد الاعفان اللي ممكن تقابلها في الطربة. وبالتالي بتخلي نسبة نجاح العقل اعلى. غير اه وراء العلوفيرا ممكن اه الارفة. اه ممكن الاسبرين. وممكن نعمل خالد كبه مع بعض نجيب اسبرين نطحنه على الارفة. ونغمس العقلة الاول في العلوفيرا. وبعد كده هتكون فيها طبعا المادة الهلمية اللي جوها للصبار. نغمس العقلة بعد كده في الارفة مع الاسبرين المطحون. وبعد كده نزرع. هتلاقي ان شاء الله نسبة تجاه عالية جدا لو انت مش توفر عندك همون التجزير. طيب ده بالنسبة همون التجزير. طيب المبيد الفطري. اه زيادة في في الحماية اه بنروي اول راية للعقل بمبيد فطري. زي مثلا الريزوليكس. اه برضو دوت يعني بيبقى كيل استخدام في المشاكل التجارية. لان هم بيبينتجوا كلمات كبيرة ومحتاجين ان نسبة النجاح تكون عالية. فبيستخدموا مبيد الفطري اللي هو اي نوع تاني. اه لو متوفر عندك هيبقى ان شاء الله كواس جدا. لو مش توفر ما فيش مشكلة ممكن تشتغل من غير مبيد فطري. ولكن يعني يفضل لو متوفر عندك انك اه بعد الاكسطار مباشرة او الريا تكون مضاف لماء الري مبيد فطري. والريا التانية اللي هتروي بيها مسلا بعد شهر ولا حاجة يكون برضو فيها مبيد فطري. لان الغطل اللي هنعمله على العقلة. اه والتربة مع الكاتمة ممكن تسبب اه عفا للعقلة. لما المبيد الفطري بيحمي العقلة من الاعفان اللي ممكن تحصل. يبقى كده احنا كلمنا في عملية الاكسار محتاجين هرمون تجزير سواء الكيميائي. او الطبيعي زي عصارة الصبار او الارفة مع وكلمنا عمون التجزير وعن اعز عن المبيد الفطري اللي هو متوفر عندك. الحاجة التالتة اللي هي الطربة. بيتموس مخلوط برمل او قلياف كوز الهند او كوكوبيت اي حاجة متوفرة عندك حتى لو مش متوفرة عندك البيتموس او الكوكوبيت ممكن تستخدم الرمل المخلوط بالطور البطنية بس تتخلي نسبة الرمل اعلى عشان اه تكون عملية الصرف والتهوية افضل. اه نيجي بقى للمرحلة العملية بقى في الاكسار. احنا عندنا اهو. عقلة او فرع زي ده كده اهو. منسب جدا للاكسار. كلها هنعمله هنجيب مقص العقل اهو. هنقطع العقلة بطول تقريبا من 10 ال 15 سنتي. دي عقلة مناسبة جدا للاكسار. هنشيل بعض الاوراق من العقلة. بحيث نخلي بس في العقلة اول ورقتين تلاتة بس. لان العقلة دلوقتي بعد ما قصناها من النبات اه بينقطع الغزاء والمية اللي توصلها. فبيكون وجود اوراق كتير على العقلة حمل كبير بدون تغذية فبيضع في العقلة ويخلي نسبة نجاحها اقل. انما لما انشيل الاوراق وهي كده كده مش محتاجة اوراق ان هي فيش جزور. الجزور اه لسه لم تتكون بعد. فوجود الاوراق الكتير بيبقى على العقلة وغير مجدي او غير مفيد. احنا بس كل هنسيبه ورقتين من فوق هنا كده او تلاتة ورقات على الاقصر والباقي انشيله من العقلة. ده شكل العقلة بعد ما مشينا الاوراق منها. سيبين بس اربع ورقات اهمت. بعد كده هنغرس قاعدة العقلة في اه الصبار اه لحمايتها من الاعفان ده شكل العقلة بعد غمسها في الصبار بعد كده هنغرس العقلة داخل القصير واندت عليها الضغط مهم جدا هنروي الاول بها كده هنغطي بالعبوة الشفافة بعد عملية الراي هنغطي القصيص بالعقلة بعبوة شفافة وزيفة العبوة ديت ان هي بتوفر الدفء وتحتفز الطب برطوبة اه حتى تبدأ العقلة في اخراج الجزور العقلة دلوقتي اهم حاجة محتاجها هي الدفء محتاجة يكون توفر حواليها الدفء وطبعا الوين دول الجو ساعة لو فلت عقلة كده بدون تغطية غالبا مش هتكون جزور وهتبدأ احصلها اعفان وتموت فلازم لازم نغطي بعبوة شفافة وما ينفعش تكون عبوة اه غمقة او سودة عشان اه ينفذ للعقلة اه ضوء الشمس او ضوء النهار يعني اه غير ان هي تحتفز بالدفء هتخلي في استقرار في درجة الحرارة حوالين العقلة لحد ما يحصل تجزيره دي من اهم النقط اللي محتاجها او محتاجها العقلة عشان تبدأ تكون جزور فتغطية العقلة بعبوة شفافة نقطة مهمة جدا جدا لازم نعملها بعد زراعة العقلة طبعا لو انت بتزرع مثلا في كمية كبيرة مش هتبقى تغطيها بعبوة تغطيها بمشمع بلاستيك اه لو اه في مشتر كبيرة تبقى صوبة كبيرة اه اه في تحق في درجة الحرارة بتاعتها يعني كل واحد بيشتغل حسب امكانياته على حسب اه المتاح عنده كده العقلة بقت جاهزة ان هي تكون جزور بعد مضي من شهر الى شهر ونص تقريبا واصبحت في بيئة مناسبة جدا جدا ان هي تكون جزور اتمنى يكون الفيديو اه مدكم بمعلومة ولو بسيطة عن الشفريرة ولو في اي ملحوظة اي اه حاجة نسيت اقولها او اي اه نصيحة اه انا معاكم في التعليقات اه دمتم اه برعاية الله وامني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة